بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نستكمل فيه حديثنا عن عشبة القراص أو القرace أو الحريقة ورح نحكي عن المواد الفعالة في القرace أو القرace ودرجة الأمان ومحاذير استعماله والآثار الجانبية اللي بتصاحبه المواد الفعالة في القرace هي الهستامين والأسيتاليكولين والسيريتونين والسكرتين والكلوروفيل وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والمنغنيز والكبريت والكالسيوم وحمض النملي حمض الميثانويك أو حمض الفورميك الموجودة في لسعة النمل عادة والنحل إن اجتماع هذه المواد الفعالة ينشط الدورة الدموية في الجلد ثم يؤدي إلى تخديره بعد حين لذا كان يستخدم من قبل مرضى الروماتيزم المفصلي حيث كانوا يضربون المفاصل المؤلمة بعيدان القرace الأخضر التي تحتوي على هذه المواد في أشواكها مادة الكلوروفيل وهي المادة الخضراء في النباتات كانت في السابق تستعمل في الصناعة فقط ولكن ثبت في الحرب العالمية الثانية أنها مطهر فعال للجروح الملوثة وفعال حتى في الحالات التي لا يفيد فيها البنسلين يعني أقوى من البنسلين نفسه ومركبات السولفا كما ثبت أنها في العشبة الجافة مجددة لشباب الجسم كله كما أنها تشفي فقر الدم وضعف القلب وتقلل من زيادة ضغط الدم في تصلب الشرايين وتهدئ الأعصاب وخاصة عند النرفزة وتنظم الهضم وعملية تماثل الغذاء في القراص أيضا هرمون تماما كالهرمون الجنسي الموجود في مبايض أنثى الإنسان والحيوان وفوق هذا كله فالقراص أغنى النباتات بالبيتامين A وK وB12 وفيه الكثير من الأملاح اللازمة لجسم الإنسان كأملاح الصودة والبوتاس والكلس مما يجعلها مقبولة ومرغوبة جدا لدى الدواج لشعورها بالغريزة بما فيها من جم الفوائد الصحية وقد لوحظ أن الدواج وخاصة الدجاج يقبل عليه بشراها لغناه بالعناصر اللازمة لنموه خصوصا عناصر الخصوبة ولوحظ أن الدجاج الذي يتغذى عليه على القراص أكثر خصوبة من غيره والقراص آمن للاستهلاك الآدمي لا يحتوي على أي مادة سامة فقط يجب مراعاة قطفه من أماكن غير ملوثة وخاصة التي ينمو على أطراف البساتين مثل التربة المشبعة بالمبيدات السامة لأنه بتكون وأيضا على أطراف الطرقات كمان في سموم السيارات والمركبات والإطارات لازم نتجنب القراص الموجود هناك طبعا موجود في الغابات موجود في الحدائق العامة موجود في أماكن نظيفة ممكن نستفيد من هذا القراص قديما تغنى العشابون العرب في فوائد القراص ومحاسنه أما حديثا فقد كان يستعمل في بعض أغراض الصناعة وكان يستعمل بكثرة لصناعة الأصباغ النسيجية حتى تم اكتشاف منافعه الطبية خصوصا كمضاد حيوي قوي تتعدى قوته العديد من المضادات الحيوية المشهورة سواء من الجيل القديم أو الحديد وللقراص آثار جانبية يجب أن نتجنبها صحيح يمتلك نبات القراص العديد من الفوائد الصحية لكنه أيضا له بعض الآثار الجانبية كغيره من الأعشاب ترتبط الآثار الجانبية لأوراق نبات القراص بشكل مباشر بمزجها مع أدوية أخرى وكذلك مع الحالة الصحية للأفراد كل فرد أو كل إنسان له حالة صحية خاصة ما بيسير نعمم على كل الحالات من المعروف أن أوراق نبات القراص تزيد من مستوى ضغط الدم لذلك يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وتعد أوراق نبات القراص مدر قوي للبول لذلك عند تناولها مع الأدوية الأخرى المدرة للبول يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وقد أظهرت بعض الدراسات أيضا أن أوراق نبات القراص يمكن أن تتداخل مع أدوية منع تجلط وتخفيف الدم مما يمنع قدرتها على علاج جلطات الدم وأهم شيء يجب مراعاته عند التعامل مع أوراق نبات القراص هو تأثيرها اللاذع واللسعات التي تنتج نتيجة وجود الإبر على العشب لذلك من الأفضل أن نقوم بارتداء القفازات والملابس ذات الأكمام الطويلة عند الذهاب للحصول على أوراق نبات القراص لتجنب هذه اللسعات واللدغات ومن الجدير بالذكر أن تفقد أوراق نبات القراص هذه اللدغة عند غليها وتجفيفها أيضا القراص يسبب النعاس ولا يفضل تناوله مع المهدئات أو أي نوع من المسكنات مثل البندول أو البرستتمول أو غيره وعلى الرغم من أن عشبة نبات القراص مفيدة للبشرة والشعر والصحة العامة إلا أنه يجب أخذ كابسولات نبات القراص تحت إشراف الطبيب خاصة اللي عم بيأخذوا أدوية المفروض أنه يشاوروا الطبيب باستخدام نبات القراص ومن الجيد استخدام نبات القراص في الطهي ولكن تناول الكثير من حساء نبات القراص أو شاي نبات القراص يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية السلبية لذلك من الأفضل أيضا أن نستشير الطبيب قبل البدء باستخدام نبات القراص سواء للأغراض الطبية أو للشعر أو للبشرة ولا يفضل تناولها في الشهور الأولى للحمل حيث أنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية للحامل هذا ويلاحظ أن الإفراط في استعمال القراص قد يسبب أضرار للدورة الدموية وتكثر أضرار عشبة القراص أيضا لمرضى السكر تتسبب في هبوط مستوى ضغط الدم أيضا على الرغم من أن التعرض للدغ عشبة القراص لا يسبب وصولها إلى منطقة ما تحت الجلد ولذلك لا يعد التعرض للسعتها أمرا في غاية الخطورة إلا أنه يوصى حينها بتجنب الحكة بقوة حتى لا تسوء الحالة بالإضافة إلى تنظيف المنطقة التي تعرضت للسع من الغبار والطين بالماء البارد ممكن وضع اليد تحت البزبوز أو الحنفية بالماء العادي أو بقطعة قماش مبللة وقد يصاحب ذلك ظهور بضع شعيرات مكان اللسع في بعض الأحيان الوبر ممكن يلزأ بالجلد والتي تزال هاي باستخدام الشريط اللاسق كما هو واضح بالصور ويمكن التخلص من الألم المصاحب باستخدام الصبار الألوفيرا الألوفيرا كتير بتعالج هذا الوضع كمضاد للالتهاب كما يمكن استخدام المواد القلوية كالخل والصابون والصود الخبز لمعادلة الحموضة أو استخدام المسكنات ويمكن أيضا وضع لعاب الإنسان في المنطقة المتأثرة في حال عدم توافر صود الخبز أو غيره إذ أن اللعاب ذو طبيعة قلوية فيما يعتبر الطفح الذي تسببه لدغة القراش ذا وسط حامضي لاحتوائه على حمض الفورميك ويمكن استشارة الطبيب إذا لم تتحسن الحالة وعادة ما يصف مضادات الهستامين وينصح بارتداء القفازات لتجنب الأذى الذي يمكن أن تلحقه أشواق أوراق القراش كما يساعد الغلي على التخلص من الأشواق ويمكن حينها تناول القراش ولمسه بشكل آمن أيضا هناك التفاعلات الدوائية لعشبة القراش فتتفاعل عشبة القراش مع المضاد الحيوي أموكسيسيلين بحيث يقلل من امتصاصه ولذلك يجب تناول عشبة القراش قبل أو بعد تناول هذا الدواء بأربع ساعات على الأقل يعني قبل أربع ساعات أو بعد أربع ساعات من أخذنا دواء الأموكسيليين حتى نستفيد من القراش ونستفيد أيضا من الدواء أيضا هناك ملاحظة أنه هذا لا يعتبر مرجعا صحيا يرجى مراجعة الطبيب قبل البدء بأي علاج عشبي أو بديل كما أن الجرعات وأمان الاستخدام يعتمد على الحالة الفردية لكل شخص كما ذكرنا يعني مش كل شيء ينطبق على كل الناس هناك حالات خاصة وخاصة اللي عم تناولوا أدوية المدرة للبول أو للسكر أو للضغط أو إلى آخره يجب استشارة الطبيب بهذه الحالات بهذا الجزء الثالث حبيبنا من حديثنا عن القراش نتمنى أن نكون قد وفينا الشرح بما يفيدكم بإذن الله ودعاءنا لكم جميعا بدوام الصحة وحبيبنا ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وللاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله ونشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من راحة بزورنا الجدد كالعادي اللي عم بيشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما الجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته